السلام عليكم أول تعليق من الفنان محمد رمضان بعد ساحب درجة الدكتوراه الفخرية منه قبل التفاصيل يريد أن تنسوش دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل الأخبار الحصرية أصار تكريم الفنان محمد رمضان بدرجة الدكتوراه الفخرية من المركز الثقافي الألماني بلبنان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وأصار هذا التكريم غضب كبير لفواد مواقع التواصل الاجتماعي ونتيجة لذلك أعلن المركز الألماني ساحب درجة الدكتوراه منه ولافتاً الاعتذار للشعب المصري والحكومة على هذا التكريم لافتاً إلى أنهم لم يكونوا على علم بواقعة الطيار الشرف أبليوس الذي تسبب الفنان محمد رمضان في فصله من العمل ورد إعطائه مبلغ التعويض المادي الذي حصل عليه من المحكمة أصدر المركز الألماني منذ قليل مياناً صحفياً بشأن منح الدكتوراه الفخرية للفنان محمد رمضان ولقب سفير الشباب العربي للفنان وقال يتقدم مركز إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي بالاعتذار من الشعب المصري وحكومته وجيشه من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل وجاء أول تعليق للفنان محمد رمضان بعد سحب درجة الدكتوراه منه أنه نشر بوسط على موقع الفيسبوك يجمع بطفلة وعلق عليها وقال مع أصغر معجباتي في لبنان ربنا يحفظها لأسرتها تابعونا ولا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله